دي كلها مشاهد لازم ايه ناخد بالنا منها تعالوا ناخد بالنا كمان من حاجة مهمة جدا زميلنا العزيز ينضم الينا من العاصمة القطرية الدوحة مراسلنا بالتلفزيون المصري محمود شاكر زاكا محمود هاتي ما عندك وحكي لي على كواليس وحكي لي على الجاعة محمود انا كل مرة شوفك واحنا خارجين واحنا دخلين من الستوديو دا اللعنة بقى مش لازم كريم رمزي بس مرحب بلا كي تاميلي العزيز مصري ومرحب بكل مشاهدي بقى الأولى في كل مكان تحديدا من أمام السادة خليفة اللي كان يقام عليه النهاردة المبراط السببرة الأولانية خلص النهاردة فيه دور المجموعات المجموعة التانية عاوز اقول لك يا يوسف هاخد من كلامك للأجواء هنا جليلة جدا 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 وكيد مش كريم رمزي بس انا هقول لك كل حاجة عاوز اقول لك النهاردة كان فاستفال يعني عاوز اقول لك البرازيليين والارجنطنيين بقى المكسرين التانية بدهم يتوافلوا بشكل كتير جدا جدا في كل مكان مصرين كتير جدا برده يوسف حتى لو احنا مش مشاركين في كسر العالم مصرين كتيرة جدا بكل مكان كل العرب ما يجبين هنا سواء مشتركين او سواء جاين تقردوا على الانبيانات اللي هو اللي هو اللي هو بسطين التنزيم هنا يا يوسف على اعلى مستوى ويمكن قطر كانت بتقدم مسالة بفعل الحفظة اي دولة من الدولة والشريفة وفعلا العرب كلهم واحد الاجواء اهنا جميلة جدا 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 في كل حتة البلد تقريبا كلها اواخده اجازة في كل مكان في الضوحة. من ما تروح هتلاقي مشجعين في كل حتة المولات المترو الاستادات في كل الاماكن هتلاقي ناس نظام جميل جدا جدا. يوسف عاوز اقول لك يعني هبسط حاجة ان انت اول ما بتوصل البلد هنا بيدوك شريحة يعني عشان تقدر تتعامل بيها ثلاثة ايام لغاية لما انت تشحن عشان خاطر كل حاجة تبقى سهلة على كل الناس. كل الناس المنظمين موجودين في كل مكان بيتكلموا جميع الجنسيات. كل الاستادات ممكن تروحها بمنتهى السهولة واليوسف. بمجرد المترو بتنزل المترو مترو في كل حتة واخر دايما خط الكل مترو بيبقى فيه استاد. فطبعا يعني كانت استعدادات قوية القطر من الفين وعشر من ساعة نوع لان هي اتنظم كاس العالم. وبالفعل قطر اظهرت العالم مبارح بالاكستاح. ولسه طبعا يعني الايام اللي جاية كثير. ولكن طبعا زعلنا مبارح على المنتخب القطري او المنتخب عربي الاحب مبارح خسر. ولكن عندنا عمل بكر ان شاء الله مواجهتين صعبين جدا جدا للمنتخب السعودي امام الارجنطيني. ومواجهة صعبة جدا برضو للمنتخب التونسي. فعاوز اقول لك يعني يا يوسف الاجواء جدا جميلة هنا. واستوفيه اكيد لكل المنتخبات العربية. حبيب يا محمود اولا انا مبسوط ان انت بتقولي يا محمود من غير الاستاذ دي. لان انا ضد كلمة الالقاب اللي بتتقلع عليها. الحاجة التانية. قل لي بقى انا واضح انه الجوة عندكو حلو. يعني انت لبس نصكم. والناس انا شايف المشجعين برضو لابسين صيفي. يعني لا في شتة ولا في حر جديد. الجو الازيز. بس الجو رائع. عاوز اقول لك والله العظيم الازيز. الجو رائع بسبب حاجة واحدة بس. انت الصبح ممكن تنزل. الجو مشمس جميل جدا. ما فيش اي مشاكل. مش حر. مش رطوبة. انت عارف طبعا الجو الخليج بيتميز برطوبته لان ما فيش الكلام ده خالص. من الليل في نسمة هوا شوية ممكن تلبس جاكت او سريد الجاكت خفيفة او ويدي. ولكن الجو عارف يوسف شبه شوية شهر اربعة او شهر خمسة كده عندنا في مصر الربيع. فهي اجواء كورة. واجواء مشجعين في كل حتة وفي كل مكان. حتى الاجواء جوه الملعب. عاوز اقول لك بقى حتى الاجواء جميلة بره الملعب. ولكن قطر عاملة كل من السادات مكيفة. فالجو جميل. وكل حاجة هو جوه كورة. فعاوز اقول لك يوسف فعلا يعني منديال لحد دلوقتي رائح وجميل. لسه الايام برضو هنشوف اكتر واكتر واكتر ولسه الجمهير تبدأ في توافض اكتر. ولكن عاوز اقول لك ان كل جماهير امريكا اللاتينية هي اللي مالية لماكن اكتر من الاوروبيين لحد دلوقتي. ولكن الاجواء في فعلا الجميلة يا يشف وتمنى ان انت تيجي يعني. والله يا ريت واضح ان الجوه عندكم حلو يعني. طب قول يا محمود. بما انك ذكرت المشجعين والجماهير وحاجات زي كده. معروف انه المشجعين بتوع امريكا اللاتينية دول اعلى معدلات البهجة في التاريخ. والمشجعين بتوع المنتخبات الافريقية احلى اقاعات في التاريخ. انا عايز بقى اعرف هو الناس بقى هم عاديين في المدرجات او حتى حوالين الملاعب. عاديين بيعملوا مظاهر احتفالية وكرنفالية. وده بيشجع بطريقته. وده بيشجع بطريقته. وبعدين المصريين بتوعنا هناك حتى لو احنا ما بنلعبش مش دي قصة. بيشجعوا وعملين الفرق بقى وتا تا 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 والحاجات دي ولا ايه? نهاردة كنت في مباراة رحت حضرت مباراة السنغال وهولندا من الارض الملعب. مباراة قوية جدا جدا. بحاوز اقولك ان جماهير السنغالية كانت عاملة هذيك من بره الملعب من اول منزله من الحتة اللي بيزيزي بطريقة البساطة. لان بتتمشي حوالي بتاع كيلو كيلو نص كده لحد ما تخش الاسداد كانوا عاملين شوية يعني اشكال وعملين يغنوا وهم مشين وراء بعض شكلهم كان اكتر من جوة. هتخش بقى الاسداد من جوة تلاقي الولنديين. عاديين كلهم مع بعض. ببساعتهم درجات معينة اللي انهم الورنج البنطاني طبعا اللي معروف عنه منتخب هولندا. كل واحد بيغني بطريقته. وعاوز اقولك دايما برضو من جوة الاسداد. بيجي بزيء داخلي. بيجي بحد بمتاع السنغالي. يغني بعض الاغاني الوطنية اللي ليه علاقة بالتراص السنغالي. سأل جمعين كلها بقعت السنغال بطريقة سمعها. نفس الكلام برضو بيجيبوا بعض الفنامين الهولنديين. يعمل نفس الكلام. فالاجواء جي جميلة جدا. اتكلم تاني تباعة المصريين. مصري في كل حكا بلين مطروح هتلاقي مصريين. مبارح انا كنت في سانت فيستفال في كورنيش. عاوز اقولك طول ما انا ماشي. ناس لابست شرطات الاهلي. ناس لابست شرطات الزمالك. وناس لابست شرطات منتخب مصر. ومحمد صلاح. النهاردة حتى في الاستاذ والله. شفت واحد مصري. شفت واحد. لابس تيشت منتخب مصر مكتوب عليه صلاح. فقول له خدت علينا بقى انت مصري داعنا صورني. قال لي انا مش مصري. انا الفعودي ياستاذ محمد صلاح. فقال المصريين. المصريين فعلا في كل حتة وامبارح. امبارح عاوز اقولك يا يوسف والله يعني عند الفان فيستفال كده قدامه قدام الفانزون. مصريين جايبين. حطين شرط على الارض. في المساحة كده واسعة. ويتحول امامشا. منعوا عنه كل السيارات. حطين شرط على الارض. وجايبين كرة. وعملين يلعب. وبعدها بشوية. اول ما يشوفوا حد من القناة. بيسجروا العجم. وجايبين الطابلة. وجايبين اعلام مصره. لالي والزمالك. وحضر قصه. وهياسه. فالمصريين في كل حتة وفي كل مكان. كنا نتمنى طبعا. كنا نتمنى اكيد ان المنتخب مصري يكون موجود. ولكن يعني كله في الاخر مصيب. ولكن المونديال جميل جدا جدا جدا. نتمنى طبعا التوفيق لكل منتخبات المطرية. ان شاء الله فيه عفوا منتخبات العربية. وبكرا ان شاء الله فيه مطشات جنب منتخبات العربية. نتمنى اكيد التوفيق لتوليس واكيد التوفيق للمنتخب السعود. بازن اللي طبعا عندي سؤاله نبا محمود قبل ما اسيبك وتسيبني ونمشي. اه اتعشيت? والله لسه يا بيش ما انا خلصت. لا يا حبيبي مش النهارده يا حبيبي. مبارح. مرحك حسيني ترى. بتا اخدني في دوكة بقولك ايه اصلا مؤس. الاكل هناك في الخليج عادة حلو. والخروف الزغنة ده اللي انا بحب. انا كنت مقيم هنا اصلا في دوحة من فترة يعني. يا راجب. انا عارف الدولة بشكل كبير جدا. اه. احلى حاجة هنا الاكل. طبعا بس كل الاكلات هنا. يعني الاكلات اللي اه الخليجي. اللي اه الامالاكلات المدوية لزي ما اقوله مcome والمدووس بس تيبك من ما تستكي في مصر. ده خالص.ちょحاجة في اللي هنا حاجة تاني. حاجة تانية برضو الحلويات ال они السورية هنا. الاة. الكنافة اللي هي الاجبنة. والحاجات دي كنا هنا هي حطاعم تاني اختالص تناعة. ما لعلاني açık NABOLpek الي احدى اللي احدى بنشقها في مصر. غير تبقى كل طبعا. انا عندنا ترانشايزة كثيرة جداً للمطاعم بها الأوروبية والمطاعم الاثنية كل لا الأكل هنا حاجة ثانية مختلفة خلصة يجب بصراحة بص يا حودة بقى لا الأكل هنا جميل بص بقى أنت وردت نفسك مش الأكل عندك حلو ومختلف عن الأكل الخليجي والبدوي اللي بناكله في مصر حلو جدا شوف بقى أنا مش عارف هتعرف تعدي بيها إزاي من مطار الدوحة ومطار القاهرة اتصرف وهتلاقيني أعدلك أنا وكريم رمزي هنقعد نطلح حلقة سوى مشتركة التسعة ورقم عشرة وهنفرش على الترابيزة دي تاخد جمال شوف انت هتعمل ايه شوف وانا جاي كده جيب لك أحلى كبسة وانحاول تعديها بقى ومطار طول حاجة تعديها من مطار بس أجبها لك والله هيجبتها تعمرني بس فعلا الأكل هنا انت دخلت في حتة على فكرة يعني مش أي حد بيتكلم فيها ويسأل فيها ولا هيتكلم ولا في حد بيعمل عمال دي غيري الأكل هنا فعلا الأكل هنا جميل جدا جدا بصراحة زي ما انت قلت وعلى فكرة والله الشعب الخطر الشعب كريم جدا جدا هم ناس طيبين بصراحة كل الشعوب العربية شعوب عظيمة بصراحة بحدش يقدرين أنا مبسوطين بيوما كريم يا سوريا عفوا ناوشي أنا مش يا عمي مشيها كريم لا لا ناسب ببا الإمبارح يعني هي هذه فالة فالة للنسك لأ أنا ما عنثوا تحترموا أعادتنا وتحترموا تقاليدنا وتحترموا ديانتنا عنتيجي عندنا تحترم كل كلام ده كله وزي ما احنا بنسافر عندكم بنروح أوروبا ولا بنروح أمريكا بنروح أي بلد في الدنيا احنا بنحترم الكلام ده كله عندكم فأنتو لازم تحترمونا فانها خالص هو مونديال حودة ترجع لنا بألف سلامة ومعاك بقى المأكلات اللي هي كده تيجي واتنور يعني احنا منتظينا تيجي بالسلامة ده أكيد اتنين بص يا حود انت لو جيت من غير الأكل يعني هقفلك الهوبلوستوديو والنعمة ما مدخلك المهم يعني اتصرف تجيب بقى الأكل من هنا من هناك هي محلولة محمود ترجع بألف سلامة وشكرا لك زميلة العزيز محمود شاكر من الدوحة قطر مونديال عشرين اتنين وعشرين هنروح لفاصل مش هنروح لفاصل عايزين تروحوا الهرب ناس كتير جدا قاعدة عمالة بتتكلم مجمعها إيفانكا دونالد ترامب موجودة في القاهرة وبالفعل إيفانكا عملت ايه نشرت مجموعة من الصور بتاعتها هي وزوجها جاريت كاشنر وهم موجودين هناك في منطقة الأهرامات بالجيزة ومتصورين عند هارم خوفه وحاجة عظمة العظمة طبعا كل الناس عارفة إيفانكا وده ابنهم الزغانطة ده صح؟ آه ما شاء الله طويل زي والده المهم اللطيف انه وده شيء لطيف بصراحة يعني بعيدا عن السياسة خالص في النهاية إيفانكا هي واحدة من أشهر الناس اللي موجودة في العالم وعلي النوع ده من الصور بينتشر دايما انتشار النار في الهشيم يعني العالم كله هيتفرج على الصور بتاعت إيفانكا وكوشنر والعيال وهم في أهرامات الجيزة اللطيف بقى كمان جدا هي التعليقات بتاعت إيفانكا على الصور اللي هي نشرتها على حسابها الموسق على انستجرام الشهير قالت القاهرة مصر يوم في الأهرامات الصور طبعا بقى إيه لايكس من هنا لحد بعد بكرة ملايين اللايكات حاجة الناس اللي مش عاد بتعمل كده إزاي عندهم أكاونتس مزهلة جدا طب إيه المهم في الموضوع بقى المهم في الموضوع هو إنه انت بتروج سياحيا لنفسك دا كوم إحنا نقول وزاعة السياحة بتاعتنا ومكاتب الطاعة وهي تنشيط السياحة والمكاتب بتاعتنا دا كوم دا انت بتقول أنا زي الفل لكن لما بيجي شخصيات معروفة على المستوى العالمي كبيرة مشهورة حاجات زي كده ويجوا ويزوروا البلد ويتكلموا عنها دا بيبقى حاجة تانية خالص الآخر عندما يتحدث عنك بيبقى رائع خصوصا إنه دا بيدي مصداقية أكتر قدام الثقافات بتاعته يعني بالتأكيد إنه لما يبقى إيفانكا ترامب موجودة هنا فهتلاقي الأمريكان بيعلقوا على دا وفهمين دا إمتوا إيه إمتوا إيه بقى انت بتتكلم على بلد محترم آمن جميل نظيف وجهة سياحية لأغنياء العالم أبناء الرؤساء والزعماء والوجهاء وما إلى ذلك أرجع أقول لك مرحبا بكم في القاهرة عاصمة العرب نروح لتقرير أيضا لازلنا في مصر المحروسة بأمر ربنا والله العظيم مصر المحروسة بس تحديد تعب مصر المحروسة بتقال على القاهرة يعني بس مصر كلها محروسة دا حقيقة انطلق بقى في الغردقة الاجتماع السنوي للجنة المفوضين للمعهد المتحد للعلوم النووية لسنة عشرين اتنين وعشرين دي الدورة رقم أربعة وعشرين واللي بتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي طيب مصر بتستضيفه للمرة الأولى وده جزء من أسرار اهتمامنا بهذا التقرير وبهذا الحدث خصوصا وهنا بقى الجزء الثاني من سر اهتمامنا الشديد ايه ترقية عضوية مصر كعضو عامل كامل في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا ومقر مدينة دوبنا الروسية نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام نهارده بتستضيف جمهورية مصر العربية ممثلة فجارة التعليم العالي والبحث العلم وأكاديمية البحث العلم والتكنولوجيا اجتماع لجنة المفوضين للمعهد المتحد للعلوم النووية وده اللي بيضم في عضوياته 19 دولة بالاضافة الى خمس دول بصفة مراقب او عضو منتسب الجمهورية مصر العربية اصبحت عضو كامل في المعهد المتحد للعلوم النووية ومقر روسيا الاتحادية العام الماضي اثناء انعقاد مجلس المفوضين في دولة بلغاريا وبحضور رئيس جمهورية بلغاريا مصر اصبحت عضو كامل يعني هي عضو كامل يعنيها لها نفس الحقوق في البنية التحتية وفي الاجهزة وفي المعامل في المعهد المتحد عموما يحق لها انها ترشح مصريين لرئاسة بعض الاقسام والمعامل هناك بالاضافة الى منح يعني للباحثين في مجالات التطبيقات السلمية للعلوم النووية احنا النهاردة بنستضيف مصر في مدينة الغرداء لأول مرة اجتماع لجنة المفوضين للدول الأعضاء المعهد المتحد العلوم النووية بدومنا في روسيا الاتحادية الحقيقة الاجتماع بيمثل بالنسبة لنا يعني ليه طابع خاص أو ليه مكانة خاصة لان الاول مرة نجحنا في ان احنا ناخد موافقة الدول الأعضاء بالاجماع في المعهد اولا لترقية عضوية مصر من عضو مشارك الى عضو كامل بالمعهد وبالتالي بتعتبر مصر هي الدولة الافريقية والعربية الوحيدة اللي بتتبتع بالعضوية الكاملة في المعهد وده الحقيقة يعني كانت خطوة مهمة جدا الخطوة الثانية ان بعد ترقية عضوية مصر والنهاردة احنا نحتفل بسنة على ترقية العضوية قدرنا ان احنا ناخد موافقة على الدعوة بتاعتنا لاستضافة الحدث على أرض مصر في مدينة الغرداء شوف بقى هنا المركز الاعلامي مشكورا جدا 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 بأمانة شديدة لانه لملنا القصة دي كلها في الانفو جراف ده او العرض المعلوماتي ده المركز عمل لنا عرض معلومات يسلط الضوء على جهود الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات الخضراء وريح لك على عملنا ايه في شرم الحصيلة بتاعة شرم تحديدة بص يا سيدي تم انصفحات هاخدهم لك ايه كده عالسخان بس بالعقل وبالهداوة الدولة تتوسع في تنفيذ مشروعات الخضراء لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة تخضير الخطة الاستثمارية للدول تخضير يعني تبقى صديقة للبيئة شوف المشروعات الخضراء بيقولك ايه هي مشروعات بتهدف لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض انبعاتات الكربون والنفايات والتلاوس من الاخر كده مشروعات ما تلوسش البيئة ما تضيقش حضرتك وانت بتتنفس ما تتسببش في التحجر الرئوي لا تتسبب فيه بعد الشر عن الجميع السرطانات وامراض الجهاز التنفسي وامراض مناعة وبتاع نتيجة تهالك الجسم لا مصر مش عايزة كده مصر عايزة تحافظ عليك وعلى صحتك ده نمرة واحد ويه تخليك تشتغل ويه انت تكسب هنشوف قالك اصدار السندات الخضراء طب ايه هي السندات الخضراء بمنتهى البساطة احنا فاهمين السندات دي تبقى سندات ملكيات واستثمار طيب بنعمل فيها ايه اه بقولك والله السندات دي علشان خاطر اقدر اقدر اوفر التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة اللي ما تتعبش صحة سيادتك واللي في نفس الوقت تساعد سيادتك على انك تقدر تشتغل ويبقى فيه عندك فرصة عمل محترمة لائقة بمبلغ محترم طيب فمصر تبقى اول دولة في الشرق الاوسط من المحيط للخليج واول دولة في شمال افريقيا بطبيعة الحال تطلع السندات الخضراء السيادية الحكومية في الاسواق العالمية اه يعني ايه؟ يعني مصر تطلع سندات من عشرين عشرين شوفت بقى انت عامل الوجب بتاعك من بدري من قبل شرم الشيخ من عشرين عشرين سبعمية وخمسين مليون دولار فيبقى مصر لأول مرة في الحالة دي تخش على المؤشر بتاعت جي بي مورجن المتخصص تحديدا او المختص تحديدا بالبيئة والحوكمة بنسبة واحد وطمانتاشر من مية في المية النسبة دي هتعكس لك اجمالي حجم سندات الخضراء في العالم قد ايه؟ ده مصر بس طيب الاستثمارات الخضراء في الخطة الاستثمارية بتاعتنا عشرين اتنين وعشرين لتلاتة وعشرين شوف بقى الرقم ده النسبة الحلوة دي أربعين في المية نسبة الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة من اجمالي الاستثمار العام في مصر كله يعني أربعين في المية من حجم استثمارات مصر هيبقى في الاستثمارات الخضراء بص الرقم ربعمية وعشر مليار جنيه تم توجيهها لعدة قطاعات تعال نشوف أبرز وأهم القطاعات دي ايه 209 الأرقام دي كلها بالمليار أي رقم هتسمعوا بالمليار 259 نقل نظيف يعني غزو كهرباء 38 صرف صحي مستداب يعني صرف صحي لا يلوث البيئة سليم مش الترنشط والتخزان تحت القدر بتاعت 30 سنة اللي فاته اوعد 30 سنة كانوا حلوين اوه يا خبى ربيد كنا عايشين في الجنة الفردوس ونعيمه 25 مليار للطاقة النظيفة 22 مليار لمياه الشرب النظيفة 30 سنة كان المصريين في بعض المناطق يفتحوا الحنفية تنزل بني 18.5 مليار لتحسين البيئة 14 مليار للري المستدام 11 مليار للزراعة المستدامة اللي بعده ايوه شوف بقى طب وابرز مشروعات الطاقة النظيفة ابو حجاج بوسة سيدي مشروعات الوقودة الاخضر بالتحديد عندنا فيها 16 مذكرة تفاهب هيجي واحد يقول لي والتنفيذ قد ايه اقول لك تقريبا 60 في المية 9 مشروعات يبدأ التنفيذ عقود فعلي تعال نشوف مثلا بعض الحاجات توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين ده في عتاقة ده مخطط تنفيذه بقيمة 2.7 مليار دولار خضر كده يطلعوننا قد ايه 2400 ميجا وات قدرة انتجية المشروع هي مصر دلوقتي بتنتج كم مصر دلوقتي بتنتج تقريبا حوالي واحدة 60 ميجا فاحنا بالمشروع ده هنزود 2400 تعال بص على جبل الزيت ده بقى معمول 12 مليار جنيه تكلفة المحطة يطلعوا 580 ميجا ده بتاع جبل الزيت اللي هو ايه بقى طاقة الرياح طواحين الهواء ايها دي طيب مجمع بين بال الطاقة الشمسية واحد من اكبر مجمعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم واكبر مجمع شمسي في الشرق الاوسط والمنطقة العربية والقرة الافريقية 2 مليار دولار اجمال استثمارات المشروع بيطلع قد ايه 1465 ميجا وات ده اجمال القدرة الانتجية انت عارف بن بان ده قد ايه مش المساحة مساهمته في الطاقة احنا واحنا صغنططين كده كنا دايما نتعلم انه مصر تولد الطاقة عن طريق السد العالي صح؟ حلو وهو مشروع عظيم بالمناسبة بس هو بن وقته بن بان ده بيطلع طاقة تساوي 90% من حجم انتاج السد العالي يعني من الاخر كده بن بان ده سد عالي جديد عشان اختصرها لك مش مصدق دور ورايا محطة الطاقة بتاعت الرياح اللي في السويس كام 4 و 3 من 10 مليار بتطلع كام 250 ميجاوات قدرة انتاجية للمحطة ايه اللي بعده؟ فيش احلى من الحقيقة كل ارقام الله العظيم بص بقى على المونوريل بتاع العاصمة الادارية و 6 اكتوبر شوف يا سيدي تكلفة المشروع ده 2 و 7 مليار يورو خلاص؟ طيب هيستخدموا كم بني ادام 600 الف راكب يوميا يستفيد من الخط بتاع مونوريل العاصمة الادارية طيب و 6 اكتوبر عام يوسف 650 الف راكب يوميا يعني انا بتكلم في ملي اسمه اي ده مليون و 250 الف مواطن كل يوم هيستخدموا هذا المشروع طيب وقاطر الكهرباء تكلفته بقى هنا ده بالجنيه 519 مليار ونص تكلفة المشروع طول القطر قد ايه 2000 كيلو متوزعين على 3 خطوط يا حلولي يا حلولي فمصر هنركب القطر الكهرباء اه والله العظيم طيب القطر الكهرباء الخفيف ما فيه واحد سريع وفيه واحد قطر خفيف الخفيف الخفيف تقريبا 45 مليار انا خلاص بجبر الكسور ده الفلوس ما تهمنيش يا جبعة والله العظيم بتكلم بجد اللي انا شايفه في البلد دي اصبح انه فعلا اول مرة حس انه مصر بقت عارفة هي بتعمل ايه والله العظيم 45 مليار اجمالي تكلفة المشروع يستفيد منه كان بني آدم قطر الكهرباء الخفيف ده كل ده غير المونوريل غير القطر الكهرباء السريع يعني لو انا جمعتها لك هقولك دول مليون طيب والمونوريل عاصمة قدرية وستة اكتوبر مليون وربع بالملي صح كده يبقى تنين وربع تنين مليون وربع شوف بقى انت هنا هو القطر الكهرباء السريع ده بالمتوسط كده هيستخدمه تقريبا برضو حوالي مليون بني آدم لما تيجي تشوف الحزبتين دول يعني اكتر من ثلاثة وربع مليون مواطن هيستخدمه الحاجات دي ايه ده طيب تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي انت قاعد عمال بتتجه بقى الكل ده بقى انت بنت الغاز طبيعي انا بصدر غاز طبيعي انا مصر المركز الاقليمي لتصدير ماكس ما معرف احمد زاكي في اللي بقى لك ماكس من هيك ماكس من اول ستة وعشرين هتبقى انت مركز اقليمي لتصدير الطاقة الخضراء بص بقى لأ الطاقة الخضراء والغاز يعني الاتنين not only but also تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي مية ستة وعشرين ونص في المية دي نسبة زيادة عدد السيارات اللي تحولت للعمل بالغاز الطبيعي لمن ساعة ما بدأنا المبادرة هنا تفهم الفرق ما بين اي كلام يا عبدالسلام في مية البطيخ والشغل اللي بجد اعمل غاز طبيعي وبتاع اي خلال مية البطيخ ساعة الجد اهو النسبة قدامك هون ارقام ما بتجذبش خالص شوف كده 209 الف سيارة تقريبا كنا لحد 2014 خش بقى على عشرين اتنين وعشرين ربعمية اتنين وسبعين الف طيب بص بقى التكلفة واحد واربعة من عشر مليار جنيه تكلفة تحويل الفين وتلتمية اوتوبيس تم التعاقد عليها خلال التمن سنين في هيئة النقل العام بالقاهرة واسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي زي ما انت بقى كنت بتدلق الغاز للعدو قبل الحبيب بتدلق كده بالبلوش شد الحباب ينبسطوا اللي بعده ابرز مشروعات الزراعة والري والتحلية والصرف الصحي المستدعم ابرز مش كله عينة ولكنها بينة 320 مشروع زراعي تم تنفذهم خلال 8 سنين 320 مشروع زراعي انا فاكر زمان لما قالك يا تشكة عادنا طول عمرنا طول عمرنا يزلونا بانه في حاجة اسمها تشكة ومشوفناش منها حاجة برنا إلا السنة اللي فاتت 320 مشروع زراعي 30 سنة زللنا بتشكة والله العظيم 320 مشروع زراعي تم تنفيذه خلال 8 سنين بتكلفة قد ايه؟ اكتر من 42 مليار جنيه مجالات بقى الزراعة المستدامة مكافحة التصحر الحد من اثار التغيرات المناخية مش 30 سنة سايبين الناس تبني على الدلتا والارض الزراعية الخصبة اللي مفيش منها اوعد 30 سنة ولا ييجي زيهم هو ولا ييجي زيهم في الفساد طيب تعال نشوف بقى ستلاف متين واحد وسبعين وستة من عشرة كيلو متر قول ستلاف متين اتنين وسبعين دي اطوال تم الانتهاء من تنفيذها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع اي مزارع اي فلاح عارف اهمية المشروع ده كويس سيبك من الناس اللي قاعدة عمالة بتهزي وتنظر ده مشروع علشان عدم ابتلاع التربة للمية ده مشروع علشان مكافحة التبخر بتاع المية ده مشروع علشان وصول المية بالكامل للمزارع ونلفلاح لارضه بدل ما كانت مليانة عوائق وقمامة وملوسة وارد النيل وحدسها للمة جرة ده مشروع علشان تبقى المية نظيفة اللي بتوصل بص بقى شوف ستلاف متين اتنين وسبعين كيلو ولسه شغالين موقفناش طيب بص على الفددين واحد مليون فدان تقريبا هم اقل قليلا يعني ازياد قليلا واحد مليون فدان من الاراضي الجديدة بتشتغل با او اشتغلنا على تحديث نظام الري بتاعها وده كان في نهاية يونيو عشرين واحد وعشرين يونيو عشرين واحد وعشرين واحنا في شهر كام اولاد ده احنا النهاردة واحد وعشرين نوفمبر اتنين وعشرين يعني لو احنا جينا بقى عملنا كمان اعادة تحديث للحصر طبعا الرقم ده هينط مهماش مجرد مليون بقى ده كل ده نهاية شهر يونيو احنا في المركز بيحسب علق او بيجمع علق العام المالي اهو نهاية شهر ستة مليون فدان طيب بص بقى مشروعات الصرف الصح المستدام انا جايلك على محطة محطة معالجة ميا بتاع بحر البقر دي اكبر محطة معالجة ميا في العالم مش بس ف مصر مش بس ف شمال افريقيا مش بس ف المنطقة العربية مش بس ف القرى الافريقية ف العالم اكبر محطة معالجة ميا في العالم على فكرة ده انت بتنفس نفسك لان انت دلوقتي بتشتغل على محطة جديدة اللي هتشتغل على ري تقريباً 2 مليون فدان اللي هم الدلتة الجديدة مستقبل مصر ومليون فدان ولا مليون وربع فدان تانين لما بتقع الدلتة الجديدة بص بقى السيدي محطة تحليط البحر كمان انا بقلت لك شئس على بحر البقر كانت تكلفة قد ايه مليار دولار طاقة انتجية قد ايه خمسة وستة من عشرة مليون متر مكعب يومي عارف المتر مكعب صح ولا ايه متر في متر في متر يبقى متر مكعب طيب محطة تحليط مياه البحر في الجلالة 150 مليون دولار تكلفة بتطلع لي 150 الف متر مكعب يومي طيب محطة معالجة مياه الصرف في الصحية منطقة الجبل الصفر سبعة وتمانية من عشرة مليار جنيه تكلفة قد ايه بقى مليون متر مكعب يومي اجمالي بقى طاقة التوسعات ده كده احنا بقول صباح الفلف اللي هي بتاعت الجبل الصفر اجمالي التوسعات بتاعتها واللي هي ان شاء الله تنتهي في نهاية عشرين.. تلاتة وعشرين نصل الى تلاتة ونص مليون متر مكعب يومي بتعرف تحسب ولا نحسب سوا تلاتة ونص... زي قدميه تلاتة مليون ستمائة وخمسين يبقى تمانية مليون ستمائة وخمسين يبقى تسعة مليون وربع مليون تسعة مليون وربع متر مكعب يومي في الشواية دول بس في التلاتة دول بس بس تلاتة اللي بعده أبرز مشروعات تحسين البيئة مبادرة الحد من التلوث خلال أو مشروعات الحد من التلوث خلال التمن سنين اللي فاتوا تسعة وعشرين ونص مليار كانوا تكلفة رفع لمتين وتمانين مليون طن مخلفات يوميا وبالمناسبة ده رقم تاريخي 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 في الحاجة ان احنا عندنا هذا الكم من المخلفات المتركمة دي مأساة ولكن الجيد انت كنت بترفع هذه المخلفات واشتغلت على ده ثمان سنين قاعد عمل بتشتغل على الحد من التلوث ده حفظا على صحتك مفيهاش حاجة دي طيب اربعة واثنين من عشر مليار جنيه قيمت عقدين لانشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والمدفن الصحية ورفع التراكمات في منظومة النظافة طيب 3 مليار جنيه تكلفة توقيع عقود تشغيل منظومة المخلفات الجديدة في 5 محافظات 126 مليون دولار تكلفة مشروع ادارة مكون المخلفات الصلبة للتحكم في تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى فاكرين السحابات السودة والتلوث وحاجة كانت يعني ما فيش حد كان قاعد فيه العاصمة الا ولازم عنده حساسية 5000 معدة تنظيف تم شراءها او رفع كفائتها معدات الاليات الضخمة 5000 طيب المبادرة الرئاسية للتشجير ريس عمل مبادرة اسمها 100 مليون شجرة دو بتخيل 100 مليون شجرة دول يعني ايه 100 مليون شجرة يعني شجرة لكل مواطن تقريبا يعني اكسوجين يعني نظافة يعني شكل رائع حاجة مختلفة تماما 100 مليون شجرة طيب 3 مليار جنيه يتم تخصصها للمبادرة خلال 7 سنين 80 مليون شجرة بتساهم وزارة التنمية المحلية بزراعتها حلو وال20 مليون التنين هتستكمل بقى وزارة البيئة او هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة زراعتها فانت هنا بتتكلم على 3 وزارات تنمية محلية هتشيل 80 مليون شجرة اللي هي المحافظات خلاص كده طيب والعشرين البقين دول ما أبا مبين وزارة البيئة وما بين وزارة الإسكان ومثلة هنا فين فهيئة المجتمعات بص لأهداف الرئيسية للمبادرة مضعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء والذي يقدر بواحد واثنين من عشرة متر مربع فرد عايزة ضعفة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي واحد وستين واثنين من عشرة مليون طن سانوي طيب دي يعني إيه؟ يعني حوالي 20% من إجمال الإنبعاثات السنوية الحالية بمصر تعرف يعني إيه تحسن الجو بتاعك بنسبة 20%؟ دا حياتنا تختلف يا أخي دا احنا دا احنا دا احنا دا احنا ممكن نكبر تخلى أنا عندي 48 سنة من كم الأكسجين اللي أنا ممكن أشمه زيادة بمقدار 20% عن اللي كنت بشمه قبل كده أنا ممكن أطول أهو الله مدن الجيل الرابع إيه هي مدن الجيل الرابع؟ عشان لما تسمع المصطلح تبقى فيها و لما تحب تتنقش مع صحابك على القهوة تبقى عارف أنت بتقول إيه؟ مدن زكية خضراء يبلغ نصيب الفرد من المساحة الخضرة فيها من 10 ل 14 متر مربع هيس دا الفرد مش أقولك هيس انت ولادك هيس 10-14 متر مربع مساحة خضرة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة والمنصورة الجديدة هو أنت فاهم العاصمة الإدارية الجديدة معمول فيها النهر الأخضر ليه؟ فانتازية؟ لا هذا النهر بيقسم العاصمة بالنص نص كده زي ما نهر النيل بيقسم القاهرة بتاعتنا بالنص كده يمنها ويش مالها؟ طيب القاهرة الكبرية النهر ده مش فانتازية نهر ده جمال النهر ده رئة لهذه العاصمة وده شيء شديد الأهمية رئة خد بالك هي العاصمة أصلاً هي مدينة خضراء صديقة للبيئة أصلاً مدينة زكية فانت كمان تحسن من الظروف بتاعتها تعال على اللي بقى ده جي الوعد والوحدة هم آه كوب سبعة وعشرية قمة المناخ وماذا أعطتنا قمة المناخ؟ أقولك استثمارات أجنبية في مجال الطاقة المتجددة عندنا تسع اتفاقات إطارية تم توقعها لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة حجم الاستثمارات قد إيه يا يوسف تقريباً خمسة وتمانين مليار دولار ودول هيشغلوا الناس يا يوسف تقريباً متين خمسة وسبعين ألف فرصة عمل متين خمسة وسبعين ألف بيت مفتوح في إيه؟ في مشروعات كريمت الكريمة الطاقة المتجددة حاجة كده اللي بيسموها top notch دي اللي هي إيه؟ اوعى أعلى تكنولوجيا في الوجود الشركات والتحالفات العالمية اللي تم عقد اتفاقات معاها أنا آسف شركة سكاتيك النرويجية وتم بالفعل تنشين المرحلة الأولى من المشروع احنا نتكلم كتير احنا بدأنا في المرحلة الأولى طيب شركة إيميا باور الإماراتية شركة مصدر الإماراتية دي اللي أنا رحتها دي فابوزو بيعرفها كويس مدينة جميلة جدا شركة جلو دي شركة إيه؟ جلوباليك البريطانية شركة الفنار السعودية تحالف توتل أو توتال الفرنسية وإنارة كابيتل المصرية شركة رينيو باور الهندية بالتعاون مع مؤسسة السويدي مصر شركة فورتس كيو فيوتر اندوستريز الأسترالية FFI شركة زيرو ويست المصرية وإي دي أف رينيولز الفرنسية يا سلام طيب الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الخضرة 10 مليار دولار قيمة استثمارات في المشروعات الخضرة وتم توقيع اتفاقيات الشراكة والخطابات النواية على المنصة الوطنية للمشروعات الخضرة نوفي ونوفي ادخل بعد إذنك على المنصة تشوف بعنيك وتنبسط وتعرف قيمة اللي تعمل في بلدك خلال 8 سنين ووصولا ليوم أو لوصولا لكاب 27 بتعشر من الشيخنا وتفتخر بنفسك وبالبلد اللي انت مواطن فيه بص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا تقديم حزمة قدرها 500 مليون دولار لتمويل وتسهيل انتقال مصر للطاقة النظيفة وتقليل الانبعاسات في قطاع الطاقة بنسبة 10% طيب بص بقى ألمانيا بتوقع مذكرة تفاهم مع شركة السويدي للتنمية الصناعية وشركة باسف الألمانية لإنشاء مركز لوجستي أخضر في السخنة 360 مشروع اللوجستي أو مشروعات لوجستية تم التعاقد عليها خلاص مشروع امتداد محط التداول للحاويات كمحطة تانية أو المحط رقم 2 في مينة شرق بورسعيد ده مينة شرق بورسعيد دي حدث ولا حرج أنا نفسي روح أصور هناك والله بكلم جد عايز أروح هناك مينة شرق بورسعيد طيب بص بقى الاستثمارات بتاعت مشروع ده تحديدا إيه 500 مليون دولار أنا عاوز أطلع لفة مواني والنبي ده تبقى جميلة يا رب يا كريم طيب مشروع محطة مش رئيس الجمهورية تكلم معنا على المواني أنا فاكر كويس عايزين نطلع بقى ونبص مش نبص عشان حاجة عايزين نفرح عايزين نوري الناس عايزين نفرج الناس عايزين نعرف الناس اللي حصل في البلد دي مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد ده حدوتة والله العظيم في ميناء شرق بورسعيد بالشراكة مع تحالف سكايل الاستثمار وريلاينس لوجيستك باستثمارات تراكمية حوالي 65 مليون دولار ايه ده مزلطة تعاونة الدولة عاملة شغلة عالية قوي ماشي ايه اللي بعده الصفحة سابعة قبل الأخيرة شفت انت 85 مليار بتوحصاد المناخ ولا لسه لأ ده أنا هكملك حصاد قمة المناخ أكمل تابع المبادرات الإفريقية اللي أطلقتها مصر شوف بقى المرأة الإفريقية والتكيف مع التغيرات المناخية حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام المتغيرات المناخية تجربة حياة كريمة في مصر تجربة أصبحت تخرج من الحيز أنا جيت كده بعيد عن الأضاءة عاوض هي انتلني اهو صح عاوض تجربة حياة كريمة خرجت من الحيز الجغرافي المصري باعتبارها أهم تجربة تنموية يراها العالم بالمناسبة مش بس احنا إلى تجربة ملهمة ويبدأ إخواتي الأفرقى يطلبوا هنا بقى إيه؟ الخبرة والعقل وعاوزين نعرف التجربة دي مشت إزاي طيب عايزين إيه يا جماعة؟ إحنا عاوزين نعمل تجربة جديدة فنيجي نقول طب ما تيجي نعمل حياة كريمة في إفريقيا علشان تحسن من حياة 30% من إخوتنا في إفريقيا بحلول العام 20-30 قولوا إن شاء الله وهننجح ولا تستبعد إن حياة كريمة تخرج بإلهامها من القرى الإفريقية لأصدقائي في أمريكا اللاتينية لما أقول لك فخمت الرئيس والله العظيم أنا أتكلم بجد وبدون أي مجملة والله العظيم حياة كريمة إفريقيا دي خد بالك وحديث الرئيس في شرم الشيخ على الوساطة أو العمل والمساعدة في وقف الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا قلت لك وقتها إيه قلت لك دي مرحلة زعامية مش مرحلة رئيس الدولة أو قائد الدولة دي مرحلة زعامية هتيجي حد تاني هايجي يقولي لا يوسف انتناسي مسألة اللي حصل فيه وقف إطلاق النار وفئة رمق الصدوع ما بين الفصائل الفلسطينية هقولك صح كلام جميل بس في النهاية ده دور مصر التاريخي ده دور مصر التاريخي فقضيتها المركزية قضية العرب المركزية الصراع العربي الصهيوني لكن انت دلوقتي عاصمة صنع قرار دولي مش بس على المستوى الاقليمي العربي انت خلاص بقيت الافرقة بيستلهموا تجربتك وهتشوف انه ده هيحصل مع امريكا اللاتينية والأيام بين طيب اصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في افريقيا والدول النامية من اجل انتقال عادل للطاقة في افريقيا لتأمين وصول الكهرباء لأكتر من 300 مليون افريقي المخلفات العالمية 50 وده بحلول 20-50 لمعالجة ازمة ادارة المخلفات في افريقيا الى هذا القدر الى هذا المدى مصر مستمر في حمل قضايا افريقيا على عاتقها وايجاد حلول لهذه القضايا طيب اطلاق اول سوق افريقي طوعي لاصدار وتداول شهادات الكربون ده هيعمل ايه يا جماعة ده هيعزز قدرات قررتنا الافريقية على تحقيق مستهدفاتها المناخية وفق المعيار الدولي طيب اطلاق اول صندوق مصري للاستثمار في ايه بقى شهادات الكربون اللي هو اي جي كوب وده بيصل رأس ماله المرخص لمليار جنيه شوف المبادرات العالمية اللي اطلاقتها مصر المنتدى العالمي للهايدروجين المتجدد اطلاقه فخامة رئيس الجمهورية وده يبقى بالشراكة مع بلجيكا وعدد من الشركاء الدوليين المنتدى العالمي للهايدروجين المتجدد فاكرين منتدى شرق المتوسط ولا لا طب جبنا جول ولا لا جبنا جول في الجول مبادرة الحلول من الطبيعة وهنا بترصد الدول المتقدمة حزم تمويل بقيمة 100 مليون دولار ده برضو مبادرة مصرية اكمل لك اطلاق مسرعة تكافؤ الفرص ما بين الجنسين رجل وستة فيش حاجة اسمها اجماعة فرق بين الناس بالنوع والعمل المناخي بالتعاون مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وبنك التنمية الافريقي والوكالة الفرنسية للتنمية شوف ابرز التوصيات الختمية لهذه القمة انشاء صندوق الخسائر والاضرار اللي كنا بنتكلم عليه امبارح مع دكتور علاء عبادة الخسائر والاضرار لمساعدة الدول النامية المتضررة من كوارس المناخ واقرار صندوق او صندوق المناخ الاخضر اخيرا وليس اخرا لانه لا مصر هتتوقف ولا هتقف ولا هيقدر حد يوقفها شوف يا سيدي الرؤية الدولية بقى للجهود المصرية في تنفيذ مشروعات خضراء عايز ايه؟ عايز برنامج الامم المتحدة للبيئة نشوف بيقول ايه؟ تتبنى مصر استراتيجية قائمة على العديد من مبادئ واهداف الاقتصاد الاخضر كما تعتبر مصر دولة رائدة في مجال التحول الاخضر لبرنامج الامم المتحدة للبيئة طيب تعال نشوف اي اف سي اللي هو مؤسسة التمويل الدولية بيقولوا ايه؟ كل ده لازمت عب بلد برة اصدرت مصر اول سندات خضراء للقطاع الخاص بدعم البنك التجاري الدولي لتوفير رأس مال لمشروعات التنمية ذات الفائدة البيئية تلك الجهود تأتي وسط مساعي مصر لحشد التمويل الكافي لمواجهة التغيرات المناخية لحشد مساعي مصر لحشد مصر فعلا شغالة بشكل حقيقي وكامل في قيادة هذه المسيرة حقيقي عشان كده شفنا اللي احنا شفناه فين؟ في 27 في كوب 27 في شرم الشيخ شوف صندوق النقد الدولي بيقولك ايه؟ نظرا لما تتعرض له مصر من خسائر جراء تأثيرات التغيرات المناخية اطلقت مؤخرا استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ كما اصدرت اول سند اخضر في المنطقة لتمويل مشروعات النقل النظيف والادارة المستدامة للمياه طبعا فضلا عن تنسيق العمل العالمي مش العمل المحلي ولا الاقليمي ولا القاري العالمي ده كلام صندوق النقد الدولي مش احنا اللي بيقول كده عن نفسنا هما اللي بيقولوا بشأن التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حداتها بصفاتها مضيفة مؤتمر المناخ كوب 27 فتش سولوشنز بيقولوا ايه بقى؟ اه طبعا العلم بتاعت الاخوان هيطلع يقولك ايه؟ او اللي بيشتغلوا عندهم يعني؟ اه دول اسمهم خدمين الجماعة او اللي هو خلاص كده ده لقبهم اعتمد اللقب ده على السوشال ميديا خدمين الجماعة العالي اللي هي ايه؟ مش الجماعة ثم خدمين الجماعة دول مش خدمين اللطفة دول خدمين الجماعة خدمين الدولار صادرات الكهرباء ومشروعات الهايدروجين الأخضر ستدفع النمو طويل المدى لقطاع الطاقة المصري ده كلام فتش سولوشن هم اللي بيقولوا ان مصر بتصدر كهرباء او مشروعاتها في تصدير الكهرباء عشان يبقى دخل جدا في تصدير الكهرباء والهايدروجين الأخضر ده اللي بيشكك فيه اعلام الاخوان ولا كذب مش حقيقي لكهرباء ولا هيدروجين ده بيتحكوا عليكم يعني فتش سولوشن كذبة؟ طب لو فتش سولوشن كتبت علينا حاجة وحشة يبقوا صادقين ولا كذبين؟ تا ايه رأيك؟ اهو قال لك ما صادرات الكهرباء ومشروعات الهايدروجين أخضر هتعمل ايه؟ تدفع النمو طويل المدى الجو بقى بتاع اعلام الاخوان ده سنتين ويخلص وكل ده هيقفل اي كلام ايه وعد صدق اهو طويل المدى لقطاع الطاقة المصري تعاليش يعني ايه طويل المدى لقطاع الطاقة المصري؟ ده معناه ان انت عندك قدرة انتجية على توفية كافة الاحتياجات المحلية يعني الاحتياج الصناعي والاحتياج السكاني وعندك فوائد ضخمة طويلة المدى فتش اللي بتقول للتصدير ده مش حد تاني من عندنا اللي بيقول طيب البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بيقول ايه؟ مصر لديها مشروعات بالطاقة المتجددة سريعة النمو بس كده لا البنك الاوروبي قالك وتدعو للفخر البنك الاوروبي اللي بيقول وتدعو للفخر ولديها امكانات كبيرة لتسريع التحول للاقتصاد الاخضر ويعد مشروع بنبيان للطاقة الشمسية مثالاً قوياً على ذلك خدت بالك بحتة دي مثالاً قوياً على ذلك مشروع بنبيان مثال دي مصر ايه تدعو للفخر يا راجل بقى البنك الاوروبي يقول تدعو للفخر وانت لأ وتصدق خدمين الجماعة ده اسموا كلام ينفع ما ينفعش لكن لازم فصل ونرجع نكمل الكلام موسيقى نحن نارضة احنا عندنا ثلاث تجربة تجربة الولى هي كينونة نادي النتي كهدف يعني ايه نادي النادي يعني هو الطبقة الاجتماعية التالتة اللي بنخاطب بيها المنتمع المصر كجهد حكومي الطبقة الاجتماعية الاولى وهي مراكز شباب مصر اللي تربع فكرها واداءها وعملها ودورها التثقيفي ودورها الثقافي الكبير الطبقة التانية هي السيسي كلاب او قلدة المحافظات من خلال يعني الاسسادات وتحويلها مع احد الشركات الوطنية مفروض انها تقدي رسالتها لطبقة مجتمعية اخرى فوق شوية امراكي الشعب وبعدين الطبقة التالتة اللي هي سلسلة النادي اللي بتخاطب مستوع الاقتصادي الاجتماعي هو يعني ممكن ما ينزلش للطبقتين الاجتماعيتين نفاته لكن هو مش عارف يروح فين يعني مش قادر يدفع التكلفة اذا عملنا تصميم لسلسلة من الاندية اللي هي تلف الاندية حتى تاريخه مضافة الى سلسلة السابقة طبعا الجانب الاخرى الاندية العامة الموجودة لها العريحة وطننة زائد يعني دعم الجزء الاستثماري وهي الاندية الخاصة الموجودة والله طبعا سلسلة النادي النادي زي ما كانت توجهات وفكرة الوزارة والسعادة الوزير بدأناها في الأكتوبر ودلوقتي في العاصمة وفي النادي النادي الشارعات والحمد لله تم افتاح تجريبه في شهر سبتمبر اللي فات تعاقدنا مع اكديمات كتيرة جدا جدا على اعلى مستوى عندنا صادق جنباس كبيرة جدا كان لازم نستفاد منها كان لازم نعمل تعاون مع الاتحاد الاتحاد يقدر يفرشها لنا بالأجهزة أجهزة هتعدل 25 مليون جنيه هيقدر يشغل لنا يا درامسيانة بتالي يعني فش حيقب أفضل من الاتحاد ان انا اجيبه ووقع مع البروتوكول ده عشان هقدر احقل هدف منه والمكان هناك محتاج فعلا الصالة موكان متميز جدا جدا واللي هكباله هيقب عليها كبير جدا توبصلة من أكبر الصالات والجنباز ان شاء الله في مصر اللي هتقدر تخرج لنا أبطال محتاج لهم في الفترة الجاية ان شاء الله الحقيقة البروتوكول النهاردة ده أول مرة يحصل تعاون ما بين اتحاد المصر الجنباز وانحنا نمدي بروتوكول بهذا الشكل بتعاون المشترك ما بين الاتحاد والوزارة طبعا الوزارة بتقدم دعم جبير جدا للاتحادات والاتحادات الدولة فاحنا النهاردة بنرد دور من دورنا انحنا نبدأ نرد من خلال الدعم اللي تم من الاتحاد الأفريقي خلال السبونسورشيب اللي موجودة من الشركة الصينية اللي موجودة معنا اللي قدمت طاقمين أجهزة للفاني رجال والفاني أنيسات للاتحاد المصر الجنباز خلال فعاليات البطولة الأفريقية واللي جبنا منها الأجهزة دي وحصل الاتفاق مع معالي وزير الشباب والرياضة انحنا ندعم ونفرش الصالة اللي موجودة في نادي نادي شراتون بهزيق بأحدث الأجهزة والإمكانيات اللي موجودة عندنا أهلا بحضرتكم مرة تانية بعد الفاصل بصة سيدي النهاردة مجلس النواب وافق على تعديل قانون الاتصالات طيب كلام ده معناه إيه؟ معناه أنه فيه تعديلات تهمة أكيد طرقت على القانون إحنا عاوزين نعرف إيه هي أو أبرزها ومدى أهميتها بالنسبة لنا هتبقى إيه خلونا ناخد معانا على التليفون سيدة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أهلا أهلا سيدة النائب إزاي الصحة كله تمام ربنا يخليك يا رب نورتنا ولنا سيدة النائب أبرز التعديلات اللي طرقت على قانون الاتصالات بعد الموافقة عليه النهاردة في المجلس طيب خليها بس أكد يوسف بيه أن قانون تنظيمة صلاة الصادر رقم 10 لعام 2003 طبعا ما تمش تعديله أنت بتتكلم في فترة كبيرة جدا مع التطور التكنولوجي الهائل والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإنترنت الأشياء فالحقى لابد أن احنا نتماشى تشريعيا مع هذا التطور التكنولوجي الهائل عاوز أولي حضرتك الهدف الأول من التعديل إيه؟ نعرف أنك بتحب الدقة أيها وتحب توضح للمشاهدين الله يخلي الهدف من التعديل الهدف من التعديل هذا التعديل بيحكم ضب الجانب التنظيمي في التعامل مع أجهزة ومعدات الاتصالات تعرف ستك يعني 2003 لما صدر هذا القانون ما كانش فيه تعامل تكنولوجي ما كانش فيه تعامل كثير مع أجهزة ومعدات الاتصالات مع التطور التكنولوجي الهائل ده بقى اللي حدثت بنتكلم بقى على الاتصالات بصفة عامة وعلى الأجهزة والمعدات بصفة خاصة تلاحظ ريسي بيه في الأوينة الأخيرة انتشار الاستخدام الخاطئ للأجهزة والمعدات المستخدامة يعني التعامل مع الأجهزة دي دون تنظيم القانون الحالي اللي هو كان من عام 2003 ما شمالش ده خالب هدي مثال لحضرتك عشان نبقى نوضح للمشاهد زي أجهزة مثلا تقويت شبكات الاتصالات وخد الحدك دي بتسبب ضرر بالغ جدا بجودك الخدمات ما حدش عارف الأجهزة دي مجهولة المصدر ممكن تكون مش مطابقة للضوات والمعدات زي الأجهزة اللي موجودة مثلا تطلع بتصريح من الجهاز القامون تنظيم الصلاة من الجهاز شؤون البيئة من الصحة قد تكون الأجهزة دي جام برا ما حدش عارف مصدرها ايه فيها ممكن اشعاد تضر المواطن كمان طبعا لذلك طبعا التعاملات اللي تعاملت النهاردة هم مادتين اللي تم بتعديل الموسبين عندنا التعديل الأولاني كان في مادة 44 تضمن التعديل بقى التعامل على أجهزة ومعدات الاتصالات الغير معتمدة النوع من الجهاز القومي لتنظيم الصلاة بمعنى التعديل قال ايه بقى ان اي أجهزة او معدات الاتصالات لازم اي حد يستخدمها لازم تكون مواطئة من الجهاز القومي لتنظيم الصلاة فيما يتعلق بقى سواء استرادها سواء تصنعها سواء تجمعها سواء حيازتها سواء تسويقها لا يتم استرادها أو تصمعها أو تجمعها أو حيازتها أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الصلاة وده يبقى سهل جداً ما بنقولش يعني لا بالعكد ده يبقى عشان يكون مطابق للتوابط والبعيد يعني مثلا ست نقل بتلاقي واحد جاي كان مسافر في بلد وجاي جاي بمعاري بيتر بتاع تقوية شبكة جايبه معاه في الشنطة ومش عاوز حد يقوله تلت التلاتة كامل يروح رايح مركبه في البيت ولا في المول ولا في العيادة ولا مش عارف إيه وأنا حرة جماعا عايزة قوي الشبكة عندي أنت تعرف أن ده بيدر اللي حواليه؟ جداً جداً إلى أبعد الحدود هو بيدر الشبكة كلها بالبيتي أسس أو الأبراج اللي موجودة وبيدر الناس اللي قاعدة وبيدر نفسه الله أعلم الجهاز ده ما خد بالحداث يبقى نعاوز برضه وضح من خلال منبر حداث المحترم ده نحن لدينا مثلاً أجهزة اللي هي الخاصة الشبكات مثلاً زي محطات التقوية محطات التقوية النهاردة على مدار السنوات منذ الشأها مفيش وأنا بطمن المشاهدين بقى وأنا عملت لجم مشتركة جبت الصحة وجبت البي أو جبت الجهاز القومي للتنظيم الصلاة مفيش جهاز تقوية أو محطة تقوية بتركز في مصر في أي منطقة أو في أي محافظة إلا لما بتبقى حاصلة على موافقة من الجهاز القومي للتنظيم الصلاة الصحة بتنزل بتعاين وتحدد جهاز شئون البيئة بتبقى مطابقة لضوط المعارضة لما تركب جهاز ده بتطعنكش انتجابه منين من أي دولة ممكن يكون يسبب كمان ضرر لولادك لبيتك طبعاً إحنا بناء ده بيحمي كمان المواطنين صحيح عندنا بقى فيه تعديل تاني ده تعديل بالنسبة ليه؟ 44 مدى 44 التعديل التاني هو مدى 77 اللي هي العقوبات بقى حضرتكم تقول العقوبات بقى عقوبة استراض أو تصنيع أو تجميل أو تسويق المعدة دي تكون مدة الحبس ما بتقلش عن سنة ولا تجاوز الخمس سنوان كويس الغرامة بقى كان الغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تجاوز 5 مليون جنيه كانت قابل كده في القانون اللي هو 2003 كانت ما بتقلش عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه ليه هنا ممكن تقالي تقول لي ليه العقوبة في الغرامة كتير لأن انت بتتكلم فيه ان حد بيستورد أو بيهرب جهاز بيدر أو بيصنع جهاز دون تصريح هو فيه إن عرضة أما تخش انت عاوز تستورد جهاز تروح الجهاز القومة لتنظيمة صلاة تدخل على القسم الفني تقولي ان عاوز تستورد الجهاز ده بيتم قياس الجهاز ده عندنا في الجهاز القومة لتنظيمة صلاة انت قرأ ايه بيقول لك مطابف لتنوطه المعير تفضل إفن دين استورد حلو اتفضل صنع لا القانون له بعد اقتصادي طبعا لا تنعبق الحاجات المهربة واللي مش معتمدة فنيا كلام من هذا القبيل صحيح والله نشكركم على هذه التعديلات لأنها تعديلات مهمة وخصوصا كمان في مسألة تغليز العقوبة على اللي هيحاول يتخطى القانون خليني الأول أشكرك سيادة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب ما هو يا جماعة عشان بقيت تبقى فاهم 20 و 50 ألف دي لو واحد عاوز يهرى بالحاجة ولا يدخلها بشكل أو بآخر بعيدا عن القانون ده ولا حاجة لأنه عمليا ساعد الجهاز كيام وبيبيعه بكام وبيكسب معاه كام وما إلى ذلك وبالتالي كان لازم تبقى العقوبة غليزة طب والضرر عشان كده كان لازم يبقى فيها حبس ما فيهاش هزار خلونا بعد إذن حضراتكم نروح بقى إيه لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بتتواصل وقائع هذا المهرجان الرائع والكبير والعظيم في دورته الأربعة واربعين زميلتنا جمانة ماهر أجرت لقاء مع الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يا بختك يا جمانة كاننا نفسنا اللي عمل اللقاء ده في يوم من الأيام لأنا نحب وصله قوي قوي من زماني أستاذ حسين عارف خلونا نشوف هذا اللقاء لأجرته زميلتنا جمانة ماهر مع نجمنا الكبير فنان الكبير حسين فهمي بوصفه وبصفته رئيساً لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعة واربعين وهنرجع نكمل الكلام مشاهدين في كل مكان بنرحب بحضراتكم ومزارة لقاءاتنا مستمرة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الرابعة والاربعين واحنا نتكلم على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الحقيقة لازم نتكلم عن خلينا نقول الجندي وراء أن المهرجان يخرج بهذا الشكل في هذه الدورة تحديداً لقاءنا النهاردة مع واحد من أهم نجوم الفن المصري اللي بيعتبر القوة الناعمة لنا وجهها من وجهات مصر المشرفة جداً الفنان الكبير حسين فهمي بنوّرني أهلاً بك يا فنو أنا متشكل جداً على هذه المقدمة شكراً لحضرتك يا فنو يا خمي في البداية أسألك عن نسخة الأربعة وأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مختلفة بكل المقاييس حضرتك من البداية كان ليه كرولز كان ليه قواعد محددة يمكن مش كل مرة بيبقى فيه وضوح بهذا الشكل فأنا عايز أعرف من حضرتك في البداية كنتم مصر على أنك تظهر إيه كنتم مصر أن المهرجان يخرب بأي شكل أولاً أحب أشكر حضرتك لوجودي معاكي ووجودي مع القناة الأولى المصرية فأنا سعيد بهذا أنا كان يهمني في الحقيقة في الأول خالص نسبة المشاهدة دي كان التارجد بتاعي من الأول إزاي نسبة المشاهدة تبقى زايدة في المهرجان إزاي أن أكتر عدد ممكن من الطلبة في المدارس طلبة الجامعات طلبة المعاهد الفنية أكاديمية الفنون طلبة معاهد السينما يبقى يدي النسبة الكبيرة للمشاركة في المشاهدة وده كان التارجد بتاعي والحمد لله وصلنا أننا أرضى في نفس عدد الأيام اللي مر بيها المهرجان في دورات سابقة إحنا معاديين بالنسبة كبيرة جداً وفي نهاية المهرجان حعمل تقييم كامل لنسبة المشاهدة وحعلنها للناس كلها وده كان هدف الأولى الهدف الثاني هو الارتقاء بصورة المهرجان لأن احنا مهرجان درجة أولى احنا كاتيجري ايه بالنسبة للمنظمة الدولية للمهرجانات اللي هي الفياب فدراسيو انترناسيونال دي بروديكتور احنا بالضبط في هذه المنظمة 14 مهرجان دولي اللي هما درجة أولى يسموهم كاتيجري ايه يعني كان برلين سان سباستين فينس القاهرة موسكو يعني دي مهرجانات اللي هي بتعتبر الأولى في العالم فلازم نحافظ على هذه القيمة ولازم نبقى من الأوائل يعني لازم دايما يبقى المهرجان القاهرة له أتراكشن معين له فليفر معين له الطعم الخاص به احنا في القاهرة احنا مدينة عظيمة صحيح طبعا طريق عظيم جدا المصري فبالتالي ده كان دايما هدفي ازاي ان احنا نبقى عامل جذب للسينمايين اللي موجودين في العالم وده حصل للسيناء يعني كل الرياكشنز اللي عندي من جميع الديوف اللي جايين لنا من جميع الحال العالم فيه ناس جاي الأول مرة فيه ناس بتيجي باستمرار فالرياكشن كويس جدا متميزين الحمد لله لغاية دلوقتي طيب حضرتك شايف انه نسبة المشاهدات ليه زادت المراض زادت لان الافلام جيدة جدا اختيارنا الافلام كان موفق السنة دي العروض بتقام في موعدها فبالتالي الناس ابتدت تحترم معادل بداية العرض تحترم المكان اللي هي متواجدة فيه عندنا السينمات في انحاء العاصمة الى جانب دار الأوبرا اللي هي المركز الرئيسي للحادث نفسه افلام مهمة جدا مشاركة في المسابقة الدولية افلام خارج المسابقة لكن لها قيمة تعرضت في معرجنات تانية عندنا حوالي اربع افلام بتعرض لأول مرة عرض اول من ضمنها الفيلم المصري صحيح احنا في الحقيقة يعني بنعمل دورة انا شايف انها متميزة عودة مهمة جدا بالنسبالي فكان لازم تبقى بهذه القيمة احنا في حفل افتتاح ما كانش عندنا ضيوف اجانب لكن عملنا حفلة مصرية صميمة رائعة احنا شوفناها كلنا هي عودة منتظرة كمان الحمد لله ما يبقاش بس يعني الناس ما تصدمش لا اكدا بالعكس ان في العودة ما يبقاش فيه ممكن احنا شوية زي ما كنا منتكلم أنا وحضرتك قبل ما نسجل احنا شوية بنحب النظام لكن ما بنحبش نعلنه يعني بيحب بقى فيه نظام وبننتقد جدا لما بيكونش فيه نظام اولا بننتقد لما بنشوف حاجة غريبة علينا بس بنفس الوقت بنستغرب لما بيكون فيه نظام معلن او خواعد معلنة ومحددة وموضوعة طيب اريد اعرف كمان من حضرتك احنا فيه افلام كتير او حوالي 97 فيلم من حوالي 52 دولة اكتر من مية صحيح يعني افلام كتير جدا من 52 دولة من 52 دولة افلام كتير جدا ومختلفة وانا عارفة ان حضرتك بتكون قائم كمان على اختيار هذه الافلام منذ عندنا لجنة اختيار بالزبط لجنة مشاهدة لكن انا سافرت معرجان كان جبنا افلام من هناك سافرت فينس جبنا افلام تانية من فينس وعدي طلبنا من المنتجين كتير انهم يشاركوا معنا فيه افلام جات لنا واحب اقولك ان فيه افلام فضلت مهرجان القاهرة عن مهرجانات اخرى وديه ميزة دي لجيد ده لازم اعرف من حضرتك هذا الجذب اللي انا كنت مدور عليه ازاي مهرجان القاهرة يبقى قوة جذب انه استفضل انها تعرض افلامها في مهرجان القاهرة عن مهرجانات تانية وبعدين ما تنسيش ان فيلم الافتتاح الفلامبوينز دام من ستيفن سبيلبرغ وستيفن اصلا صاحبي ده اول عرض في الشرق الاوسط وافريقيا من اهم من المخرجين طبعا والعرض نعم ومواكب يوم افتتاح المهرجان يوم 13 كان مواكب عرض الفيلم في الولايات المتحدة لأول مرة طبعا دي نقطة اي انا شايف انه كان تميز كبير جدا بالنسبة لك كان فيه موضوعات محددة كنتوا حرصين انها تكون موجودة الافلام اللي بتختروها انها تشارك في مهرجان القاهرة احنا جايبين افلام من جميع الحق العالم عندنا من امريكا الجنوبية عندنا من الشرق اسيا عندنا من الشمال فنلندا وغير عندنا من بولندا عندنا من اوكرانيا كمان يعني احنا اولا مهرجان غير سياسي احنا لم نسيس المهرجان على الاطلاق مع ان فيه مهرجان تانية سيست المهرجان بتاعها وانا يعني قلت ان ده مش صح يعني المهرجان لازم ان مهرجان فني اولا مش سياسي فعندنا افلام من جميع الحق العالم الحقيقي وثقافات مختلفة جدا ودي اهم نقطة اعتقد لازم تكون موجودة في ثقافة المهرجان بشكل عام طيب حضرت اوليت رئيس المهرجان من 98 لألثان وواحد نعم والنهار ده احنا 22 ايه اللي اختلف؟ يا خمر كتير او كتير او بس حضرتك ماشاء الله زي زي منتا لا 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 خالص انا نفسي اختلفت لا لا كل اختلف التكنولوجيا اختلفت خالص يعني احنا كان بيجينا افلام في ريلز كده زمان 12 علبة صفية حمى دولي روح بروجيكتور قد كده دلوقتي الفيلم بيجينا خلاص يعني كله لا لا وبيجينا بعض احيان بتجينا عن طريق ساتليت افلام يعني الفيلم مش موجود خالص مش موجود في مصري عندما بتعريد في معاده في التوقيت المناسب التكنولوجيا طبعا بقت حاجة هيلة انا برمم فيلمين وخررت ان كل سنة المهرجان يرمم فيلمين بالافلام المصرية القديمة عشان نحافظ عليها لانا الفيلم ابتدى يتحلل مع الخدم فبنحوله الى ديجيتل وبالتالي بينضف خالص بيرجع كأنه طالع لسه من معمل يوم ما صوروا الفيلم طيب اكيد فيه تحديات او تشالنجز وجهة حضرتك ايه هي التحديات زيك التحدي الاكبر كان الميزانية المهرجان بيتطلب ميزانية عالية جدا لانا عندنا ضيوف كئين من جميع نحاء العالم عندنا فندق موجودين فيه عندنا امكانيات كتيرة جدا عندنا عربيات لازم تحرك الناس يعني لو تعرفي مثلا حضرتك ميزانية مهرجان زي مهرجان كان بتتعدل 50 مليون يورو شركات كتيرة جدا بتشارك رجال اعمال بيشاركوا سبونسرز كتير من ضمنهم مطار نيس مثلا من ضمن السبونسرز للمهرجان طب احنا ليه ما عندناش نفس المشاركة ما عندناش نفس الكنسيبتو بحاول ان انا اوجدوه يعني ربط تسوييني التاكسي الربط نفسها سبونسرز الفنادق سبونسرز الارستورونات المطاعم كلها سبونسرز يعني عندهم عندهم قدرة انهم يجمعوه فعلا نفسي في يوم الايام ان مدينة القاهرة تبقى بكل امكانياتها تبقى سبونسرز احنا عندنا سبونسرز هيلين الدولة بتشارك بشكل كبير جدا عندنا كمان سبونسرز كبار بنك مصر يعني هو الرعي الرئيسي للمهرجان عندنا شركات كتيرة جدا مش عايزة اسكر اسمها يعني شما يبقى اشتاد علانة ودعاية وبعدين ليه اصدقاء كسرين جدا تعاونوا في انهم يبقوا رعاء للمهرجان بدون مقابل ولا عايزين يذكر اسمهم ولا عايزين يذكر اسامي شركاتهم عايزين بس يكونوا مشاركين بيساعدوا المهرجان في اقامته فهي الميزانية هي دايما بتبقى التحدي الأكبر هو ازاي نقدر نعمل الميزانية كبيرة عشان نقدر يعني انه قيم مهرجان قيم يعني كان فيه جدالين بقى دايرين عن هذه النسخة من مهرجان القاهرة اولهم الجدل دائر عن فكرة الدراس كود او الليكس المفهود الفنانين يكونوا متعجدين به وايضا فيه انه كمان فيه افلام كانت بتعرض فقط للنقاد والصحفيين ايوه طبعا مواصل فيه فيه ناس متخصصين جميعا حي العالم كده يعني في اي مؤتمرات حتى بيبقى فيه متخصصين انما الافلام اللي بتعرض للنقاد والسينمائيين افلام احنا شايفين انها تهمهم اكتر ممكن جدا ما تبقاش تجارية انا شفت كده في العالم لان بعض احيانا فيه افلام الناس بتقوم من صالة السينما بتقوم تمشي يعني بيطلق عليها افلام المهرجانات بس هي افلام فيها يعني تخصص اكتر للسينمايين فبتبقى مهم جدا ان انا ان اعرضها عليهم يعني في افلام كمان احنا مهتمين جدا بطلبة معاهد الفنية اكاديمية الفنون طلبة معاهد السينما عمل لهم اسعار خاصة تذاكر معينة عشان ييجوا يحضروا والنسبة علي جدا في الحضور يعني همًا ضريق كود بقى نمسك ضريق كود اوه انا لما بن brothers kood انا شوفت السنة دي في فنس المصورين ب lambdaع ب once ب�د ب évاس موكينج في مصور litigation متى ال ich who likes me hospitality ولابس غاس مشي例 قوله يلا انه اتفضل مش هتخش غاس مشيلي يعني انا ب Banana me مستحيل يعني. أنا بقول بس نبقى شكلنا كويس مهزم. هو ده اللبس الرسمي اللي موجود. ولما الناس. لما الناس في الافتتاح كانوا لبسي. عنا شوفنا الصورة الشكلية يعني. صحيح. تلاقيه المهرجان بيمثل مصر زي ما حضرتك قلت. مهرجان رسمي. صورة مشرفة. طبعا. ومعادين دايما دايما لما يبقى فيه مضمون قيم. لازم الشكل يتواكب مع المضمون. يعني احنا دراسناه كده في الفن. الشكل يمشي مع المضمون. صورة حضرتك عندك مضمون قيم جدا. دكتور مهم جدا. بيقول كلام رائع جدا. جايلك مش حال قدانه. ولابس مبهدل. يعني. الشكل ده. مش ماشي مع المضمون ده. طبعا. والمظهر مهم. وبالتالي بيأثر فيها. صحيح. والعكس كمان. طبعا. لو احنا. آآ. عايزين يبقى عندنا. او نخلي حسين فهمي. اذا كونسبت. بمعنى. ان يكون عندنا فنانين. مثقفين. آآ. يكون عندنا فنانين وجهات مشرفة فعلا. طبعا. احنا عندنا فنانين كتير. طبعا. اقصد ان احنا عايزين نعمل الفكرة. بدل ما يكون خمسة ستة يبقى كتير. طبعا. آآ. حضرتك بالفعل حالة مش بس فنية. يعني. آآ. ما كنا بنتكلم وقت ما آآ. حضرتك كنت رئيس المهرجان في الفترة من تومية وتسعين لألفين وواحد. الناس دايما بتقيس نجاح اي دورة بعد كده. بالفترة اللي حضرتك توليت فيها آآ. رئاسة المهرجان. عايزة عرف من حضرتك. ايه. الل يعني. خاي نقول الشخصية ازاي بنتها. كنت حريصة في اين يكون موجود في حسين فهمي. اشتغلت على ده ازاي. الثقافة نفسي. يعني انا الاول اهلي يوجهوني للثقافة. كان عندنا في البيت دايما فيه انساكروبيديا. وكان لما كنت بس لأي سؤال لوالدي او والدتي. يقول لي ارى افتح انساكروبيديا. موسوع. فلما كنت بافتح الموسوع بشوف حاجات تانية. يعني بدورها حاجة معينة. بس بتفتح لي مجلات اخرى. فابتدت مداركي تتسع. وانا بشوف ان الثقافة مهمة جدا. جدا. والتعليم حاجة والثقافة حاجة. طبعا. احنا بنتعلم. لكن الثقافة الشيء ان الانسان يثقف نفسه. واستمرت. استمرت لما دخلت معد السينما كنت عود ادور على المجلات الفنية. ادور على الكتب اللي اتئمني. نروح المكتبات. كان فيه كتب ما بتبقاش موجودة. ندفع فلوس مقداما عشان نجيب الكتاب. ويجينا من امريكا ولا يجي من اوروبا. كان فيه مجلة سينماية اسمها سايتان ساوند. كنا بنشترك فيها كطلبة. كان طالب واحد يشترك. نلمي الفلوس. نجيب مجلة واحدة. كلنا نقراها. كان فيه زملائي نادر جلال. محمد عبد العزيز المخرج الكبير. فكنا جدا بنهتم. سامير فرج. محسن نصر يعني. ونجيب مجلة واحدة. كلنا ندفع فلوسها. لف عليكو كلكو. مثلا تبقى تمانية ستة دولار ولا حاجة اميا. كل ما حاجة يحط دولار. ونبعت نجيبها. ولما تيجي نلفها علينا. فكده يعني كده علمنا نفسنا. وبعدين لما سافرت امريكا اتعلم هناك. وكنت بلاقي مسلا واحد من ضمن النقاط كان اسمه كولين يونج. كان رئيس القسم بتاعي. فقلت له. قلت له. انا بقرالك من. وانا كذا. ومهتم جدا. من هنا ايضا. المدارك تتوسع. القراءة مفيدة جدا. المشاهدة مفيدة جدا. فانا بطلب منك. وبعدين اللغة. اللغة مهمة جدا. لان كل المجلات النهاردة بالانجليزي. كل الكتب مكتوبة بالانجليزي. لغة اساسية. انت بوصل على الأقل. فانا بقول لي اي حد. لازم يتعلم لغة مهمة جدا. زي الانجليزي. لان دي متواجدة في كل حتة. هتفتح مداركو لكل حاجة. اخيرا وللأسف. هقول اخيرك. حضرتك هتبطي تشتغل على اي. خلاص يوم الثلاثة ان شاء الله. اخر يوم. لمهرجانا في قيارة سينمائي الدولي. اتخيل ان حضرتك هتشتغل من يوم الاربع. هتبطي تشتغل من يوم الاربع للنسخة اللي جاي. هتصدقيني لو قلتلك ان انا بشتغل من وانا اقف على الخشبة. والسطارة بتقفل وابقول حامل ايه السنة جاي. لا حصدقك اكيد. صدقيني كنت بعمل كده. حامل ايه السنة جاي. ده اذا كنت موجود يعني الله يعلم. طبعا ان شاء الله بإذن الله. عايزت تغششني يا لو مش هتغششني يا تامي ليه. مش هتغششني. لا مش هتغششني. هلأ اي حال طبعا انا سعيدة جدا 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 ان كنت مع حضرتك النهاردة. انا كمان. والف مبروك على نجاح المهرجان. فعلا كان يعني صورة مشرفة وجهة مشرفة جدا لمصر. شرف لي. شكري. شكري. وتمشارك النية. السؤال مخصوص الصالة نفسية. الموضوع ده بيبقى فيه غلطات عند ناس كتير. بيبقى كل واحد مثلا بيبقى بيصلي بطريقة مختلفة عن التاني. فبيبقى فيه تعليم مغلط في حاجات زي كده فبتمنى يعني للمفروض شروط الصحيحة الحركات الإيد بيكون فين أو كده عشان ما يكونش فيه اختلاف بيننا أكتر أنا كنت عايز أعرف رأي الدين في التعامل مع التطور تكنولوجي والتعامل مع الميديا هل التعامل يفيد الدين ولا يضره سواء كان شباب أو رجال أو جميع العمار هل التعامل مع الدين ولا ده الدين بيحذر منه دللل عايز أعرف موقف الدين منه ربنا بيقول في القرآن ولله على الناس حج البيت ما نستطاع إليه سبيله في حين أن الحج البيت دون المفروض للمسلمين فقط زي مثلا قال في الزكاة كتب عليكم زي ما قال في الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا وزي ما قال على الصيام يا أيها اللي زين أماني كتب عليكم الصيام مش مهنا في الحج قال على الناس جميعا في حين أنه هو شريعة الحج دين خاصة بالمسلمين فقط إذا وصل المسافر إلى مكان الماء وترك مسافة السفر وقرائه ووصل مكانه هل يصلي الوقت الفائت صلاة قصر أم صلاة تامة؟ كنت عايز أسأل على الزوجة أي عقابة اللي ما بتعش زوجها فيه ناس مننا كتير مش عافزين الكرآن كامل فهل يجوز إن أنا وأنا بصلي هفتح المصحف قدام مني وأقرأ منه وهل ده بيؤثر على الصلاة وبيخليها بطلة من عليك وبعد طول انتظار إنتوا عارفين إحنا يعني كلنا انشغلنا جدا وبشدة فيه تغطية مؤتمر شرم الشيخ قاب 27 فكان بقلنا أسابيع الحقيقة محرومين من طلة ولقاء مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وإستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر وفقهنا المفضل وحشنا مولانا بارك الله فيكم ونحمد الله على نجاح مؤتمر المناخ في شرم الشيخ المصرية العريقة الحمد لله يا رب نجح وبإذن الله من نجاح إلى نجاح مولانا يمكن احنا شفنا هذا التقرير والأسئلة الموجهة لفضلتك ويمكن أول سؤال كان على شروط الصلاة الصحيح وأخونا الفاضل كان بيقول يعني مثلا حركة الإيد شكل الوقفة الشيء من هذا القبيل أنا كده سألت سؤاله وأنا هسأل أنا كمان هو إحنا مشغولين أوي أنا إيدي هتبقى كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا أنشغل بما هو أهم وأكبر أثناء صلاتي بسم الله الرحمن الرحيم تعلمنا أن العقول الكبيرة تشغل بالأمور الكبيرة وأن العقول الصغيرة تشغل بالأمور الصغيرة حينما ذكر الله تعالى صفات المفلحين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون القشع هنا أنك تخشع بقلبك مش بنجرد الهيئة الهيئة الظاهرية السطحية ونفرض القلب لاهي يعني نفرض واحد تمسك بحرفية ما يقلده من مذهب فقه معين وغرق في هذه الفرعيات والقلب لاهي والعقل شارد ليس للمسل من صلاته إلا ما عقل منه يا سيد ده أمر خلافي بسيط الإمام مالك عنده إسمال اليدين وعدم قبضهما لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين باقي المذهب عندهم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى لكن دي هيئة من الهيئات حتى لو الإنسان تركها الصلاة صحيحة فنحن نركز على خشوع القلب حضور القلب استكانة واستقرار الجوارح والحواس سلامة الإتيان بالأركان أنا سعدت أشعر مولانا أنه في نوعيات من الأسئلة بيبقى البني آدم أو المواطن أو الأخ اللي بيسألها هو معذور لأنه تم التشويش عليه وعلى أجيال بالشكل وبالمظهر بعيدا عن الأصل وأصل العقيدة ولا أنا غلطان مرة سيدنا الشيء محمد الغزالي سقق عليه رحمة الله وبعدها دخل عليه أحد الشباب هو في حالة انبهار فقال له يا فضيلة الشيخ أنا حفظت القرآن الكريم كاملا طبعا حفظ القرآن شيء جيد فالشيخ قال له يعني أتعرف معنى قد أفلح المؤمنون مثلا فالولد تلعسم لم يجب فالشقاقه بسخرية قال لقد استفاد المسلمون شريط تسجيل فما أكثر أشرطت التسجيل في مجتمع المسلمين تسمع من واحد يقولك سنة وأحاديث ومنهج السلف ومنهج الصوفية ومنهج كذا ولكن احنا نركز على الأخلاقيات فنسأل الله أن يعيدنا إلى فهم الإسلام فهما صحيحا أيوة أصلا هنا فكرتني بالزيارة غير مأسوف عليه أبو الحسن النادوي لما جي مصر في خمسينيات القرن العشرين وراح قابل مجموعة من طلبة وأسدزة الأزهر الشريف فكتب في مذكراته عن زيارته للقاهرة وللأزهر الشريف ايه تخير بعد كل ده أنا مستغرب جدا لو مش مربين ده أنهم ليه حيوة هو لم يلتفت إلى الرسوخ العلمي خالص هو نظر إلى ثقافة الثياب والشعور وده الفكر السلف المعروف تسطيح الأمور فنسأل الله العفو والعافية طيب وإحنا بقى بنتكلم على مسألة الأصل في الدين هو أخلاقنا في حد من إخواننا هنا بيسأل بيقول موقف الدين ايه من التطور التكنولوجي أولا إذا ذكر الإسلام ذكر العلم وإذا ذكر العلم ذكر الإسلام ليس تعصبا لأن أول آية في كتاب الله تعالى تدعو إلى العلم وتحض عليه الله لم يقل صلي باسم ربك ولا صم ولا زك ولا حد في أول ما أنزل ولكن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هنا نقول العلم النافع الإسلام يوجبه العلم الضار الإسلام يحرمه فالتقنيات التكنولوجيا كل هذه الأشياء ضع على هذا الميزان إذا كان فيه ما ينفع قال صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن هو أحق بها أن وجدها أما إذا كان هناك اختراعات معينة أتضر الإنسان زي القنبلة النووية زي الفيروسات الحرب البيولوجية هذا أمر محر بس كل ما فيه ضرر للبشرية محر ومجرم لأن ربنا قال في قرآنه الكريم ولا تفسده في الأرض بعد إصلاحها كل ما فيه نافع للبشرية بأخلاقيات البحث العلمي هو الإسلام وأيضا لا نغمة حق الشرائع الأخرى وأيضا هي المسيحية وهي اليهودية يعني لأنه كل الشرائع بتشترك في هذا المشترك إسعاد الإنسان في حدود ما ينفع ولا يضر طيب السؤال اللي بعده لماذا توجهت آية الحج للناس جميعا وليس للمسلمين فقط بالخصوصية لمن استطاع إليه سبيلا بالضبط لأن هذا يدلك على أن الحج فيه مشقة يعني سواء الله هيحج على العقيدة الإسلامية والشرائع الإسلامية في مثلا مكة المكرمة وضواحيها أو هيحج على الشريعة المسيحية في فلسطين المحتلة فالحج مشقة لأن انتقال مفارقة الوطن وبزل الجهد وبزل النفس والنفيس فالإنسان في رحلة الحج بلا شك أنه بتجشم المصاعب والمتاعب فمن هنا جاء النداء عاما للبشرية جمعاء سواء كان الحج بالنسبة للمسلمين أو لغير المسلمين الحج للجميع بلا شك طيب هستأذن هروح لفاصل طيب ونرجع بعد الفاصل هنكمل كلامنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بعد إذنكم استنون واستمرار للقاءنا المتجدد والرائع والثري مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر نستكمل الكلام بعد كل الترحيب مرة تانية بمولانا بارك الله وفيك ومؤسس الله يا ربي خليك لمولانا لسه الناس بعده بتسأل هل وصول المسافر أو بعد وصول المسافر يصلي ما فاته من صلاة يصليها قصر ولا يصليها مكتملة بالشكل العيد لا لا أدم وصل إلى محل سكنه أو إقامته لو فيه فوائد قال عليه الصلاة والسلام من نام أو نسي صلاة فليصليها متى ذكرها هيصليها طبعا حال إقامته إتماما فيصلي الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والعشاء أربع ركعات اعتبارا بمحل إقامته علو جدا طيب السؤال اللي بعده السؤال بقى المهم عقوبة عدم طاعة الزوج والسؤال بقى طاعته في إيه؟ بالزبط كده أولا حضرتك هي الطاعة هنا مشتركة يعني طاعة الزوجة لزوجها وعلى فكرة أقولك معلومة قد تبدو غريبة وأيضا طاعة الزوج لزوجته جديدة دي لا ما هو نقولك دي عدلة الإسلام يعني مثلا الرسالة السلام بقول إيه؟ أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهلي أو في مهنة أهلي فكان يخصف نعله ويحلو بشاته وكان في مهنة أهلي فلما بنقول طاعة الزوجة لزوجها في حدود الأحكام الشرعية إذا خرجت الأمور عن الأحكام والأداب الشرعية لا يعني نفرض أنه أمرها بمعصية أو أمرها بمنكر هل تطيعه؟ طبعا لا أيضا هو يطاحف إيه؟ نفرض أنها قالت له أنها ستذهب لصلة رحمها الأعلى الأب والأم مثلا أو الأخ والأخت هنا هل يتعسف في استخدام الحق ويمنعها؟ لا فإذا وفق هنا يبقى طاحة وهنا الطعام مشترك وليس هناك رقم واحد واثنين كما في تصور بعض الناس قال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال فالزوج يطيع زوجته في حدود ما أمرت الشريع الإسلامية والزوجة تطيع زوجها في حدود ما أمرت الشريع الإسلامية فالطاعة مشتركة بين الإسنين من الحقوق التي تترتب على عقد الزواج الصحيح وليس فيه امتهان ولا امتقاص لا نقول أن الزوجة إذا أطاع الزوجها ده بالعكس هي في رضى الله ومثوبته وكذلك الزوج إذا أطاع زوجته في حدود يعني هديك مثال يمكن يقرب للمشاهدين الكرام الزوجة كانت عليها صيام من أيام مفروضة عليها أيام الحيض والنفاس وهكذا أو كفرها من الكفرات وصامت هنا الزوج بيطيع زوجته يعني أنها تصوم لأنها بيعينها على الطاعة طبعا معي حضرتك طبعا وإذا سأزنته في صوم النفل ووافقها ويبقى هنا أيضا أعانها على الطاعة لا نقول بقى أني بقى عند بعض المفاهيم كيف أن الزوج يطيع زوجته طب ما هي الزوجة بيطيع زوجها هنا المعاملة مشتركة والمعاملة بالمثل لأنها علاقة تكامل حلوة أوي طيب السؤال يمكن الأخير اللي جي معنا من المشاهدين والمواطنين وما إلى ذلك هل يجوز فتح المصحف أثناء الصلاة في صلاة النفل للإمام إن لم يكن حافظا النفل إنما الفرد لا قال عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل ففي صلاة الفرد الإمام لابد أن يكون حافظا وقارئا إنما حضرتك في صلاة النفل يجوز زي مثلا التهجد زي مثلا القيام أو الترويح في شهر رمضان فلا بأس أنه إذا لم يكن حافظا إنما بنفضل إذا أن يكون الإمام حافظا ويقف وراءه دي للأسف قيمة يغيب عنها الكثيرين من رواد المساجد مفروض الأربع أفراد أو الخمسة اللي يقف وراء ظهر الإمام يكونون من أهل قراءة القرآن ومن أهل الفقه ليه؟ لأن لو حصل له تلعسم أو عدم وعي خانته الزاكرة أي مكان يعني أو خانته في عنا الزاكرة يبقى هيفتع عليه من اللي يفتع عليه الخراء بدل ما يفتع عليه واحد من بعيد عن الصفوف يبقى اللي يقفين ورف ظهره ليالياني أخرأكم وأفكمكم وأفقاكم لو حصل له خلل في الصلاة الذي يعني سيرشده ولا يبطل الصلاة هيكون الفقه إنما للأسف بنجد أن بعض الناس يقف وراء دار الإمام للأسف لا يكون قارئا ولا يكون فقيها وهذا خطأ ننبه السادة رواد المساجد ومن يصلون الجماعات وفقهم الله اخلوا المنطقة التي وراء الإمام مباشرة لحفظة كتاب الله ولأهل العلم طيب سؤال بقى هنا من عندي لو افترضنا إنه دي كانت صلاة الفريضة منفاردا داخل المنزل وإنه المصلي مش من الناس اللي بتحفظ ولا حتى قسار الصور أنا عارف إنه فرد شبه مش موجود يعني بس هي فرضية يفتح المصحف ويقرأ منه ولا لا على غير الأولى يعني أيضا في النفس الشيء حتى لا يا أخي لو يقرأ بقسار الصور أنا بتكلم عن الفريضة إنما التسامح إنما في صلاة النفل سواء كان لإمام أو لمنفرد نسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يوفق الجميع لما فيه مرضات الله عز وجل وأن يرينا الحق حقا ويرزخنا التباعة وأن يرينا الباطلة باطلا ويرزخنا اشتنا باعة اللهم آمين مولانا كنت وحيشنا قد نهاية مهرك الله فيك أشكرك جدا على ودك معنا شكرا له وهتوحشنا من هنا لحد الاتنين اللي جاء الله ربنا يخليك لنا مولانا كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وإستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلصت الحلقة وسواني هيكون داخل كريم رمزي وبرنامج رقم عشرة وإحنا لو كلينا العمر نقابلكم بكرا إن شاء الله وبرنامجيكم التاسعة سلامات